السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن مباراة نيو كاسل يونايتيد ومانشستر سيتي وكمان عندنا الفضيحة فضيحة نادي تشلسي أمام ليدز يونايتيد حابدا معكم أول حاجة بمباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل المؤكد أن المباراة دي لو تكلمنا عن نتيجته قبل ما يبدأ اللقاء حتى ولو على ملعب المكبايز في النهاية نحن نقول أنه مانشستر سيتي هو أقرب بشكل كبير على مستوى الاستحوات كل الإحصائيات وكمان حتى النتيجة بتاعت المباراة والثلاثة نيقاط ممكن نتكلم عن أنها دائما مضمونة لكن في مباراة اليوم الحاجة الممكن ما توقعناها حدثت في مباراة هذا اليوم ولو أنه النتيجة تلعت بالتعادل الإيجابي ثلاثة مقابل ثلاثة لكن الجيم بشكل عام كان دراماتيكي بكل ما تحمل الكلمة من معنى تأخر سيتي تأخر المكبايز نيوكاسل وكمان حتى عودة نادي نيوكاسل بعد تقدم سيتي وكمان تقدم نيوكاسل مجددا بعد ذلك شفنا التقدم الكبير بثلاثية من قابل واحد بعد ذلك تعادل نادي مانشستر سيتي أنا عايز أبدأ معكم أول حاجة بجزئية مهمة جدا تخص الفكرة بتاعت بيب جوارديولا كلنا عارفين أنه بيب جوارديولا دائما عنده فكرة التوقع توقع الفريق بيلعب كيف أو المنافس بيلعب كيف أي أن كانت المباراة في ملعب الاتحاد في الكينج باور في أي ملعب دائما عنده الفكرة بتاعته كيف يشوف الفريق بيتوقع أنه يلعب كيف عشان يقدر يدافع單يو أو حتى يقدر يحاول يكون عنده السلاح ويكون عنده الحاجات اللي بيقدر إجابه بها الفريق سوى كان على المستوى الدفاعي أو حتى يقدر يلقى الحلول على المستوى الهجومي فالحاجة دي الليلة ما أعتقد أنه كانت مترتبة بالمستوى الأفضل تحس أنه مانشستر سيتي كان يعني ما الفريق اللي كان يعني متحكم في رتمة اللعب متحكم في الجيم متحكم في أنه يقدر يحاول يسجل أو حتى يصنع فرص أو حتى يحاول يشل خطورة فريق نيوكاسل في مباراة اليوم وضح حتى في شوط وشوية أو شوط ونص تحس أنه مرشيسر سيتي عاجز تماما عن أنه يعمل حاجة إيجابية سواء على المستوى الدفاعي وحتى على المستوى الهجومي ودي واحدة بالحقيقة اللي ما توقعتها من بيب جوارديولا في مباراة اليوم ودايما المشكلة ما بتكون في المدرب يعني ما بقول المدرب هو السبب الأساسي في أن العملية ما تكون بالمستوى الأفضل أنا كمدرب ممكن أنزل أو أنزل أفكارها على أرض الملعب زي ما أنا بعملها دايما لكن يمكن يكونوا في واحد أو اثنين أو ثلاثة من اللاعبين ما يكونوا في يومهم ولا يكونوا في مستوىهم ويضيعوا لك كل حاجة أنت مفروض متوقع أنها تتعامل بالمستوى الأفضل عشان كده في مباراة اليوم في شوط وشوية عندنا لعبين أو ثلاثة لعبين ما كانوا في مستوىهم بالمرة عشان كده شوفنا ما شلسر سيتي كان سيء لدرجة بعيدة وأبدأ معاكم من رودري وكمان برناردو سيلفا وكمان إيرلينغ هالند ولو إنه إيرلينغ هالند ما أعتقد إنه ممكن نصف بإنه مستوى ما كان من المستوى الأفضل لأنه دلاعب بتاع الفينيشينج بيكون قريب من القون دايما ففي عملية متكاملة بتتم بعداك هو بعمل ليك الفينيشينج اللي انت مفروض تحتاج ليه فما كان في الفرصة اللي ممكن نتكلم عن إنه إيرلينغ هالند هو اللي أضاعه بشكل كبير أو حتى الغياب اللي غابه برناردو سيلفا وكمان الغياب اللي ممكن أو حتى الحضور السيء جدا اللي كان عليه اللاعب رودري في خط الوسط بالرغم من مسانة كايل واركر كشي تكتيكي وكخوطة يمكن دايما بيجالية بيب جوارديولي إنه يكون في واحد سادي كمحور الثاني في حالتين كده فقدت أو حتى استحوزتها في بعض فترات المباراة فالحاجة دي برضو ما أغنت بيب جوارديولي في إنه يكون خط وسطه ما بالمستوى الأفضل وكمان حتى سوء اللاعب رودري في مباراة اليوم وأنا بالنسبة لي شايف إنه في يعني في لعيبة فعلا في نادنيو كاسل كان ليها الليلة يعني كانت أسامر النانا كانت عاملة تحس إنه جيم عالي جدا جدا بنتكلم عن الميرون وويلسون وماكسيمين ماكسيمين ده مؤكد إنه نحن كلنا متفقين إنه نجمل لقاء الأول بدون منازع لاعب شرس لدرجة بعيدة مبدع سريع مهار لدرجة بعيدة وكمان مقلق جدا لكل دفاعات الموجودة على مستوى الدور الإنجليزي وبالذات مباراة اليوم مباراة منشستر سيدي فريق نيو كاسل ولو إنه تكلمنا كثير عن إنه قبل كده الناس سمعت كثير عن إنه فيه الاستثمار السعودي وغيره أنا حاسي إنه حتى الاستثمار اللي جاء ما يستثمار نستعجل في إنه يشوف نتائج مباشرة على المستوى الأوروبي بطريقة عالمية يستقدم أهم المحترفين وغيره اليوم الاستقدامات الموجودة والفريق الموجود بتاع نيو كاسل فريق أعتقد إنه في الدور الإنجليزي وفي المنسم ده يكون له شأن مع الكبار في المقارنة إذا كان واصل بين نفس المستوى المتميز ده لأنه لما تشوف اللعيبة بلعبه بالمستوى العالي ده وفي الاتجاه التاني في اللعيبة ما قادر حتى تطلع بالكورة بالمستوى الأفضل فتأكد تماما إنه إت طالما قرعت البطل وقارعت كمان المرشح فإنت ممكن يكون عندك حظ كبير ولأنه دور الإنجليزي دايما ما بتلقى إنه الفرق السقيرة عندها دور كبير مع الفرق الكبيرة دايما في مباراة الدوري الإنجليزي عشان كده في مباراة اليوم أعتقد إنه انبسطنا أكتر بإنه نشوف فريق زي نيو كاسل بيلعب كرة القدم الجميلة والضغط العالي جدا جدا والرغبة الكبيرة جدا في التحقيق الفوز وكمان حتى يعني مهارات فردية عالة جدا جدا من تريبير في الضربات السابقة اللي يمكن عملها بطريقة متميزة لدرجة بعيدة بعد تقدم مانشستر سيتي عاد نيو كاسل بهدفين بعد ذاك عاد مانشستر سيتي بعد ذاك تقدم نيو كاسل بهدف الثالث أصبحت النتيجة ثلاثة مقابل واحد بعد ذاك شوفنا إيرينغ آلند قادر سجل هدف تقليص الفارق حتى بعد ذاك شوفنا اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 64 عاد وأيضا عادل النتيجة المباراة الثانية هي مباراة ليدز بيستضيف تشلسي بيستضيفه وبيكرمه آخر كرم في مباراة ما أعتقد أنه في مشجع البلوز بيتوقع واللي هو أسوأ الناس اللي بتتشام بتتوقع أن تشلسي ممكن يخسر في ملعب ليدز بثلاثية مقابل لا شيء وكمان معاها كرت أحمر للعب كولي بالي بالنسبة لها النتائجة اللي بتكون في الدور الإنجليزي الأنديل الكبيرة والأنديل بتكون صغيرة دائما في الدور الإنجليزي ما تتوقع أنه النتيجة حتى ولو متعشم أنه فريقك يكسب ومتوقع أنه يشيل الدوري أو حتى يكون في التوب فور وأنه يكون دائما هو المرشح الأبرز للفوز بالمباريات فالدور الإنجليزي وضعته مختلفة تماما دي حاجة نحن متفقين عليها لكن في شلسي أعتقد أنه شلسي معتاج لبعض الإضافات المهمة جدا جدا وضحت جليا في مباراة لغاية اليوم بنتكلم عن الجولة الثالثة من الدور الإنجليزي هجوم شلسي ما سجل ولا هدف وممكن جدا استمر الصيام لغاية أربع أو حتى خمس جولات الهجوم اللي أعتقد أنه حاليا هجوم مولف حاليا ما عندنا مهاجم صريح حتى ممكن تستفيد منه في مباراة اليوم أو حتى في المباريات القادمة حتى ولو عدلت التنظيم لأنه يكون في ثلاثة مع كوكوريلا وكمان حتى مع جيمس أو حتى تشيك عندنا ستيرلينج وكمان حتى كايها فردس اللي اتنين ما بيلعبه كسكوريلا صريح ولا حتى كمهاجم صريح عشان تقدر تستفيد منه ومنت لوكاكو ماشا مؤكد أنت محتاج للمهاجم اللي بيكون في المنطقة تحديدا عشان كده التعاقد مع بير امريكو باميان حيكون مطلب جماهيري بعد الخسارة من الليدز بثلاثية مقابل لا شيء نتيجة كانت كارثية وأخطاء كانت كارثية بالنسبة للحارس مندي في أنه يخطأ الخطأ اللي أعتقد أنه خطأ سازج لدرجة بعيدة أهداف نادي ليدز يونايتد أعتقد أنه أهداف جات في توقيت حاسسك أنه فعلا شلسي كان سيئ جدا مش أخطاء وربعت في خمسة دقائق تسجلت الهداف تلاتة وتلاتين سبعة وتلاتين وتسعة وستين بعد ذلك الطرد كان في دقيقة أربعة وتمانين بشكل عام حتى ولو افترضنا أنه شلسي كان عنده أفضلية على مستوى الاستحواز فلدي فدي كانت أفضلية ما أعتقد أنه في مشجع البلوز ممكن يتذكر أن الفريق قال لا ستين في المية كفريق مستحوز لكنك في النهاية أخسرته بثلاتة مقابل لا شيء وكرت أحمر وكمان حتى نتيجة أو حتى يحا وصل لكل مشجع البلوز إنك ما عندك مهاجم ممكن يجيب قون فبالتالي مفروض إدارة شلسي تتغير أو حتى تتحول نظرة مباشرة للمهاجمين المتاحين في السوق حاليا عشان تقرأ تشتري مهاجم يكون عليه العين يقدر يترجم الشيل بيتعامل في الفريق بشكل عام وكمان حتى في نقص واضح في خط الهجوم بالنسبة لناديل شلسي وكفاية حتى لاستخدام اللاعب كمهاجم دائما وهمي في عملية اللعب وأعتقد أنها حاجة نجحت قبل كده لكن ما حتنجع معاك على طول أنت محتاج المهاجم اللي بكم ووجود في الصندوق ويقدر يعمل لك الإضافة اللي أنت محتاج لها دي مباراة اليوم من الدور الإنجليزي بأشكركم دائما على حسن المتابعة وإن شاء الله دائما تأمين والأمين شكرا لكم